اشتركوا في القناة الرئيس التنفيذي بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسعدت الدكتور الشيخ رنة بن تعيسى بن دعيج الخليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمنا مجلس التعليم العالي وسعدت السيد سمير بن عبداللناس رئيس غرفة تجارة البحرين ورئيس مجلس إدارة الجامعة ودكتور وهيب أحمد الخاجة رئيس مجلس الأمنا وأعرب سموه عن شكره لجامعة العلوم التطبيقية على المشاركة في دعم المبادرة مشيرا إلى التطلع إلى المزيد من التعاون بين الجامعة والهيئة العامة للرياضة وأكد سموه على أهمية التحصيل الأكاديمي بالنسبة للرياضيين البحرينيين المتميزين مشيرا سموه إلى أن المبادرة تساعدهم على الجمع بين التعليم الجامعي ومواصلة التميز في الآداء الرياضي وأكد سموه دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى لتطوير القطاع الرياضي والرياضيين البحرينيين ليستمروا في حصد الإنجازات في جيل الذهب من جانبها أكدت سعدت الدكتورة شيخ رنى بنت عيسى بن دعيج الخليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي أن مذكرة التعاون بين الجامعة التطبيقية والهيئة العامة للرياضة تمثل حافزا كبيرا لدى الطلبة الراغبين في الدراسة والاحتراف الرياضي وأعرب سعدت الدكتور عبد الرحمن صادق أسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة عن تقديره لمساهمات مؤسسات التعليم العالي في دعم الرياضة من خلال مبادرة مقعد خالد بن حمد لجيل الذهب والتي ستفتح أفاق أوسع للرياضيين البحرينيين من جانبه أعرب رئيس جامعة العلوم التطبيقية الأستاذ الدكتور غسان عواد عن شكره لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على رعاية حفل توقيع مذكرة التعاون مؤكدا على أن الجامعة تسعى للمشاركة في المبادرات التي تدعم الشباب البحريني ترجمة نانسي قنقر